واستمرت المسابقات اللي النادي بينظمها للطالبة زي كاس أحمد حشمد باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى وكاس أبو بكر راتب لسوداسيات كرة القدم اللي هو كل فريق بيبقى مكوم من ست لعبين فقط وكاس الأمير يوسف كمال للألعاب الأخرى ودي كانت بتتعمل بين الأندية والهيئات المختلفة في عموم مصر وغيرها وغيرها من المسابقات وشارك الأهلي في كل المسابقات اللي بتنظمها للتحادات المختلفة لكل الألعاب وبالمناسبة فريق ألعاب القوى في الفترة دي كان بيضم عدد كبير من اللعبين على رأسهم حسين منتصر اللي بعد كده مارس كرة السلة ومس المصر في دورتين أولمبيتين أعوام 1948 وألف تسعمية اتنين وخمسين وأصبح من كبار قيادات كرة السلة في مصر وكان معاه كمان محمد نجيب المستكاوي عارفين مين محمد نجيب المستكاوي؟ هو نفسه الأستاذ نجيب المستكاوي الناقد الرياضي الكبير الله يرحمه بدأ مشواره لعب كرة قدم في نادي الترسانة وساب كرة القدم وانضم لفريق ألعاب القوى بالأهلي وفاز معاه بعدة بطولات في سباقة العدو وبعد اعتزاله أصبح سكرتير ألعاب القوى بالأهلي وعضو الاتحاد المصري لألعاب القوى وعضو اللجنة الأولمبية المصرية خمس دورات متتالية وفي مطلع الخمسينيات احترف العمل الصحفي بجريدة الأهرام وتولى رئاسة القسم الرياضي فيها عام الف تسعمية سبعة وخمسين وكان شيخ النقاد العرب وطبعا كلنا عارفين ان والد الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي مش بس كده عارفين الفنان الراحل فؤاد عبد المجيد كان مغني ومؤلف للموشحات وغنى منها موشح شهير بيقول فيه عجبا لغزال قتال عجبة كان بالأفكار وبقلوب اللعبة أكيد فاكرين اللحن بتاعها عجبا لغزال قتال عجبة افتكرتوها وكان بيغنيها في فرقة رضا أو الفنان فؤاد عبد المجيد ده يبقى ابن عم الصحفي الرياضي الكبير نجيب المستكاوي الأستاذ نجيب المستكاوي أول واحد يدي درجات للعبين بعد كل مباراة وكان كل اللعيبة بيستنوا الصفحة الرياضية للأهرام عشان يعرفوا درجاتهم وهو كمان اللي أطلق الألقاب على الأندية واللعبين فأطلق مثلا على الأهل لقب العنتيل وعلى زمالك العتولة وعلى المحلة الفلاحين والإسماعيلي الدرويش والترسانة الشوكيش والاتحاد السجندري أطلق عليه الاتحاد الصيفي ولما الأولمبي غلب الأهل والزمالك في القاهرة سنة 1966 وفاز بالدوري كتب منشط التطار يغزون القاهرة فأصبح التطار لقب النادي الأولمبي أما اللعيبة فهو اللي قال مثلا على صالح سليم المايسترو ورفعة الفناجيلي المهندس وميمي الشربيني النفاسة ومحمود الخطيب محمود الخطير ومصطفى عبدو المجري وحسن حمدي وزير الدفاع وجمال عبد العظيم الأغطبوت ومحسن صالح محسن لوز وفي الزمالك قال على يكن حسين ملك التغطية وعبدو نصحي عبدو بولارويس وفاروق جعفر أطلق عليه لقب أناسس وفل إسماعيلي أطلق على سيد عبد الرازق سيد بازوكا وكتير وكتير من الألقاب على كل اللاعبين وكان كل لاعب بيعتز باللقب اللي أطلقه عليه رحمه الله نجيب البستكاوي اللي توفي عام 1993 ومي تلتاوت سيد اللي توفي عبد الرحمن